السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي كثير توصلنا يا أخوان ملفات BDF حابين نعدل عليها حابين نضيف توقيعنا عليها وبيكون نوعا ما الأمر صعب ونحتاج إلى أجهاز كمبيوتر وإلى آخره فمن خلال هذا التطبيق المتوفر على أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد وبتلاقي رابط التحميل بصندوق الوصف أسفل الفيديو وهو أحد تطبيقات مجموعة أدوبي الشهيرة نقدر نسوي هذه الخيارات كلها فبلاشر طول عليكم خلينا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا أخوان أول ما بنفتح التطبيق طبعا هذا من التطبيقات التي تحتاج فيها أن يكون عندك حساب فلو عندك حساب في أدوبي تقدر تسجل دخول بكل سهولة لو ما عندك تقدر تنشئ حساب مجاني عن طريق مثلا حسابك في أبل أو الفيسبوك أو جوجل فلو أنا عندي حساب بضغط على already have an adobe ID فبضغط على sign in الآن يا أخوان بعد ما سجلت دخول هنا بيقول لك حابك تحفظ ملفك أونلاين أو لا فهذا على راحتك فبقول له لا شكرا هنا بيكون شكل التطبيق هذا نموذج فقط معطيك هو التطبيق عشان تقدر تجرب عليه وأي ملفات بتضيفها في داخل التطبيق بتكون ظاهرة عندك هنا فأقول عليك تسويه لو بتضيف أي ملف PDF فبضغط على هذا علامة الزائد ومثلا نقدر نختار ملف PDF الموجود عندنا في تطبيق الملفات نقدر نختار أي ملف أو مثلا من رابط أو من الألبوم الكاميرا أو أن ناخد صورة مباشرة من أي ورق عندنا أو من مرفق من إيميل فأنا خلينا أجرب فقط عشان أوريك وظائف التطبيق من النموذج اللي هو معطيني في أحيانا كثير تصنى ملفات مطلوب مننا أن نأشر مثلا على المربع بهذا الشكل فجدا سهل وبسيط من خلال هذا التطبيق أنك فقط تضغط ضغطه بهذا الشكل أو ضغطه بهذا الشكل طيب أنا حابب أن يكون مثلا صح مو خطأ فبنضغط علامة الصح وهنا برجع شي لها فكذا النموذج أتعبه ممتاز طيب أنا حابب أكتب وما أبغى يكون بخطة اليد فهنا بس بنضغط ضغطه خفيفه ومثلا بنسجل بهذا الشكل لاحظ معايا أصبح باللون الأسود زيه يعني كأنه هو موجود في نفس الصفحة ما كأني عبيتها هنا أو حتى لو أنك عبيتها برضو جاية ممتازة وآخر شي عندنا هنا اللي هو التوقيع أو السيجنيتشر فهنا جايبنا لنا علامة القلم فهنا ممكن مثلا نسوي create signature اللي هو تصميم توقيع فهنا بكون سهولة يا أخوان تقدر تضيف توقيعك بهذا الشكل أو لو كنت على جهاز الآيباد مثلا ترسمه بالقلم أو توقع بالقلم وتسوي دن وحيكون هذا الشكل النهائي المميز هنا إنك بعدين لو احتشت إلى إضافة توقيع فمثلا بنضغط على علامة القلم هنا بيجيب لك التوقيع اللي أنت جد وقعتها من قبل فقط أضغط عليها فبيكون مخزنة توقيع طبعا تقدر تكبره أو تصغره زي ما تبع وتحدد مكانه فوق السطر بهذا الشكل خلصت منه نضغط على علامة الساهم من هنا وبعدها تقدر تستر بالإيميل أو بالواتس أب أو تحتفظ فيه حتى في تطبيق الملفات وإلى آخره في خانة أيضا هنا تقدر تعب فيها بياناتك يصير تقدر بعدين تستفيد منها في تعبئة بعض البيانات لملفات البيديات بتكون جاهزة يعني زي اسمك والعناوين وإلى آخره وكده يا أخوان أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو رابط تحميل التطبيق لجسة الآيفون والآيباد والإندرويد بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله أكون أفتكوا لكم معلومة بسيطة أعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة في آمان الله ترجمة نانسي قنقر